موسيقى موسيقى هل تعرفت الخامسة لتعرف بي؟ من الانكتب لي مكتوب أم لا؟ نحن نطلع بك لنشوف ندخل كما csak أنت تسمع تفاجأ معني دعوني ننشي بشويه بشويه سبعين و 28 ألف متابع عشان يوتيوب أمتاعك مقارنة بالعام الأفاة تبقر ارمشي خطوات كبيرة برشا في النبر تعليز أمتاعك متابعة مايكم أم مستقر يعنيOOM قاعد تخدماك عشان يوتيوب أترفير الهيت متاعك ولا عندك استراتيجية قد تخدم بها والله الشين يوتيوب بساعة إنا نحسها حاجة مقدسة عندي إنا بالحق نحبها برشة من 2015 حليت الشين يوتيوب إلى يومنا هذا وإنا عارفتك بسنسة الناس اللي تبع فيها أنه دي ما فهم حاجة جديدة دي ما فهم حاجات بالحق معناها تعجب الناس حتى لو كان مثلا نرجع لك شوية للألبوم تاع 2020 يعني الناس اللي ما عرفتش لالبوم خطر هو هبط في فيفري ومبعد ما رستو الكورونا إن شاء الله ربي بعض علينا هلو أبي معنطا فهم برشة غنيات ما تسمعتش بيقولوا اللي تظلموا وقلهم لي ما تظلموش مدامني غنيتهم وموجودين في شين يوتيوب معنطا ما تظلموش معنطا فهم غنيات بالحق محليهم وما تسجلوش وتنسيو ومشيو معاما ليهم معنطا معنطا يقولوا بالحق محليهم معليش ما همش موجودين فهم الناس اللي تبع فيا ما عندهم من 2015 هذوكم هما بالحق اللي يعرفوا غنيتي لكل ما تمتبعين ما تنحسهم معايلتي الناس اللي فيشين يوتيوب بالحق ما تنهبتش حتى أسبوع خير تقاهم دي ما يتفعلوا دي ما موجودين ما تحاجة بي على الأخرى اسم الغنائية جديدة كما قلنا اللي اسمها في نتاو التحقبين على موزايكة فهم شهدين رجمي ذي فيتنا اليوم عرف خمسة قبلي الرزغوس الرزغي الرزغي الرزغوس الرؤية الإخراجية أنت كما كليبتي لكل كما عمرك ما عملت على مخرج مرة واحدة مرشومة هونية اللي هو أول كليب صورته بتقنيات انتها كبيرة من بعد فيك هي أصلا الفكرة متاع مرشومة هونية شرطة الحب اللي هو البس فيه بوليسة من عاشكين ننسي تذكره معايا شوية كنت فكرتي إي أنا خاتل الغنية تقول كين نشهدك أيا أو لي خرج حاجة لا لا نعرف فسار لك تنفيذ الفكرة بحذا فيرها معناتها تم معا لما سيت كما نقوله أحنا المخرج ولا مدير التصوير يكون معناتها عندهم عمل ما بعضهم خرجوا حاجة مزينة كما اللي في موخي لكن بعضيك إيجا نقول لك حاجة أنا عملت منحبشنا ببيك برشا في الموضوع الموضوع ما عملت برنامج اسمه شيشو نيت كان عندي ديمة اللي هوات عادة على شين يوتيوب بوقت الكنفينمون على خطر أنا ما نجمش نقعد من غير خدمة والفكرة متعشي شونيت كنت موجودة عندي من قبل دون قلت خليني نخدم من ديمة فهم شوية وقت كنت عندي ديمة كلمة نقول في الدنيا ما تربح كينا الضحك وتفرهيدة والحاجة اللي تجرب أرجع لي سؤالي هذا هو الإخراج الإخراج اليوم تنجم أنت نعريخة تقول أنا مخرجة لأعمالي أي لأعمالك فقط إني شقاري إخراج لكن أنا في طريق معنتها نجم نكون مسيرة صغيرة برابور العمر يعمل 25 سنة عندي ثمانية سنة نغني يعني فهم بارشة ناس قبلتهم في الدومين ظهر لي أنت زيدا تقى مثلا مقدم برنامج وشقاري ويسف غي تقى من عرش أنا مخرج ما هو شقاري إخراج يخدم مونتاج ما هو شقاري مونتاج يعني الحياة هي لني معتها مش لازم نشد ورقة وستيله ونقرأ الحاجة هذيك بش معتها ناخد فيها شي ده بش أنا نجم نعملها الحياة تعلم التجربة دي والممارسة تعلم واليوتيوب يعلم زي ده معتها أنا مثلا فما أماساج حب نقوله للي جان اللي بالحق منهار كامل شدين تليفونات وما عندهم مش حتى كما قالوا إحنا صنعت يدين على خطر أي حاجة تحب تتعلم موجودة على يوتيوب جوزنا عليك أنك تتفرج وتطبق والأفكار نجم نراوك في تيتر الإخراج على أخر ولي شيني اللجم المخرجة شيني اللجم معاش فنانا في كليباتي أي لكن لا لا إذا قلت كي كوي عادي يقول معنا مخرج تكلم عن الكليبات متاحة كما تحكي أنت حاجة حادية معنا حتى أنا مخرج ستوريات متاحة على استاكرام لكي ما نجمش نقول راني أنا مثلا اكسبير ولا أنا بخوف الحاجة دي كنت أنا مخرجة أنا قلت الرؤية الإخراجية والتنفيذ نفذو الإكيب متاع جيمي بخوت اللي فيهم مدير تسوير فيهم الكادرون مثلا انتي مخرجة فميش رؤية إخراجية نعم نسمعت برؤية إخراج طيما إخراج طيام مش بإخراج فميش حاجة ما فيهش إخراج يعني كنت خرجت عمل أو بروديو أو كليبس ويخطوه في إخراج كمام دونك الرؤية الإخراجية تقريبا هي نجم نقول ملطفة برشة هكا وصفت على كلمة الإخراج أنا نحب نسلك على حاج ما نجيوبوش بسؤيل ليلي نجي نجيوب نجيوب بسؤيل كيما أنت عندك حق أنك نجيوب عندي الحق أني نجيوب بطريقة اللي أنا نحب أنا ما نيش قاعدة نتطفل على مهنة الإخراج نعرف اللي هي مهنة أنا قلتها قلتها برشة مرات لكن حياتي وخدمتي أي حياتي وخدمتي ولي أنا الشيخة عليها بالحق شيخة عليها ونعم في حاجة إينا نحبها تعبها ونسهر عليها وممكن حاجات بلاكس فرحانة اللي إينا نجرب حاجات أنت تتخيل أنه الكليب هذية وبرشة كليبيت قبلهم أنا ختمت المونتاج متاحهم أنا نورما المونغني والروح سيبيعنا روحنا مش حاس دينك للي نحقلك حبوك تعمل المونتاج وحبوك تعمل إخراج رو منصة الأعمال وعلى شك يعمل أخرى أنا الإنسان يتعلم وما دبني النجم نتعلم وما زلت النجم نعمل حاجة عليش ما نعملهيش على خاطر الناس يقولوا شباعة قالت أنا أخرجت كليبي وإلا شباعة هي خدمة ما عندي هيش ثقة للي عندي ثقة في الناس الكل لكن عندي ثقة في الناس لكن عندي عندي طموح أني نتعلم حاجات ونحب نتعلم ونحب ما أنتا تصويرت الكليب شيرين هبطة عندك نهارين على شبكة التواصل الاجتماعي تصويرك ملقوة أنت هاكا يستخيروك عرست شيرين يا أخي أنا وينما نهبت غنية فيها متاع الجو بتاع العروسيتي يستخيروني عرست في المحفل يستخيروني عرست في الميسل شكولة يستخيروني عرست بعد ما نشوفوا لأنتي عندك مع شخص ونشوفوا تصويرها هذيك على فيسبوك ننسر كل أوتوماتيك ما بش نمشي في الموقع خلنتي عرست اهي باها ضربتكم باها والله على طريقة نور شبا لا على طريقة شيرين لجمي 2018 2019 المحفل شيرين لجمي تدخل القفاص الذهبي أنتي ديما في القفاص الذهبي ديما في القفاص الذهبي أنا هو والعراسة حقيقي وقتاش وقتلي ربي سهل وقتلي لا لا بالحق عليش نكلم عليكم معنى وقتلي ربي سهل وقتلي نلقى ولد لحلي وشوك أغزرت خاتم كلابتكش أنتي أغزرت دي يا جميع خاتم عادي بلالتي أعمل بستهامش خاتم عادي يفي ملسا كما كك خاتم خاتم سامحني أخويا ميلك هاوة بتي أختي شيري معادي حتى إشكالي أنا أغزرت غزر عادي سيلي باتيخ مش حكي ودري شنوة وشوفنا نتي تغتبت وكذي وردي ما ضربت كوا ما ذو ما هكذا أفسر لك حاجة أنا منهم مرة ولا مش نحكي لك فازة تقتل بالضح أنا منهم مرة في السنطر لما كيش في دونك قاعد موزاييك ها بتتشيرين اللجمي تخطبت وأنا قاعد الطفلة تقدلي في شعري وما شفتاش قتلي يا تخطبت قلت لها وذاتي ربطش منها رحمي شبك مفاديكش معنية شنوة تختبت قطلي ليه موزاييك ما كذبوش هذك علاش من عديم شعري أنا قلها يا بتي ليه ولا العظيم ليه يخي أنا شا تختبش نجمشي نجد في بلسة أخرى مثلا قطلي ليها موزاييك قطلي يا بتي رأى وذيك تقاش معلوم كوسلة فيزاقين هيا تعاليت كيفاش قطلي انت باحذين إلى هنا وما قلت إنش وموزايين ؟؟؟؟؟ نجم راجل يعرف زوزنسكة وفحيته وش كوني عرف مرأة واحدة وعرس بها ديركت مو با فوق سمو ولا ما قالتك مش أنا مش عكا لاروح لي لي ها خمتك شبيك معناها لي ولا لي ولا ما قالتك وانا دخلي ايه يعني ري خطريت يقل لي فمو الرجل لينا حكيو الدنيا تجيرب نسبوا الامور لا لا سألك شاهمين تقول لك شو ما نسبوا الامور الرجل بشي عرص عمرو 35 و 35 سنوية ولا 30 سنوية في 30 سنوية عرف خمسة بناوية فم رجل عرص عمرو 25 و 24 سنوية مش خطينا ذوما ذوما نتوم أصحابك نتوم أصحابك نتوم أصحابك نتوم أصحابك نتوم أصحابك ليه واعطيني ليه لا برافك ليه كونتاكت با فكرة الكليب شيرينا التقاليد التونسيا كما ستنسو كلاسيكي كلاسيكي جدا لكن حاولت نمشي البلايس اللي هما ما صورتهم مش انا قبل مثلا في المحفل صورت في جرجيس في جربة العرق الكافي جبد شوية خطر إنا أمي كافية وبابا الله يرحمه صفيقسي دونك خلين نمشي للكيف جو هكا الأجواء الكافية ما عندها تعتقاليد متاع الكيف كيف كيف فما جو متاع التقاليد متاع سلينا كيفيش هكا بان بنيت الكل أما ما تقولوا لي إنا راني جملة جغرافية شمال الغربي اسموه شمال الغربي ايه تبركال علي أمور جغرافية مفن لك محكي يا خفية دونك بيجا سلينا وكل شي عندهم فاستكالي كيف يجيبوا العقيرة العقيرة اللي هي ناسي عفضها لجيبوا فيها العشاي يجيبوا للعروسة ولا فيكا تبين الزيق يجيبوا للعروسة كوسكسي ومزيين هكا بالحلوة ودرشان اذيكا اسمو كوسكسي سبيا تيكل منو العروسة مغرفة واسبيا اللي تخف تخطف قبل دونك ذيكا رشتعر رسم بعده دونك تقاليد يعنا اللي أنا ما كنتش نعرفه مقبل نعرف سفيق سنجز على الحوت اللي اقتردي موجودة في الكليب اي موجودة في الكليب دونك حاولت هكا نوري شوية تقاليد معتها من تقاليد تقاليد تونسية اخترت الكيف يعني تونس هي الهروسة تونسية عندها برشا حاجات معتها مثلا الجلوة مثلا من الجلو في سفيقس في 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 النابل في سوسا معتها برشا انتي معتها هما جزت الطريقة هاي اللي تختلف او اللي بي سوالي يختلف لكن التقاليد هي واحدة نفس المبدأ اي كنت وين سامن الكليب يا بتصبت على عشاية اليوم يو صبت على عشاية تتصور ونجم يكون اللي هي تمتعصيف ايش ايش انقالك انا لا اعلق اميل ما تعرفش على الدنيا اينا علش اللوم كي هبط على شين يوتيوب غبط اختر انا نحب نغني الغني هذيك ما تخافش زادا ما نخافش زادا انتي كي تخدم خدمة شيرين وكي ما قلت انتي شين يوتيوب متاعك مقدسة عندك غنية عام 54 مليون رم اي دونك مسؤولية كبيرة بالنسبة انتي كل غنية بشتعبتها غنية معتها محترمة في غيق الدولاغ تعبة فيها معاتية فيها مجهودي من اول غنية محترمة 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 مدينة محترمة لي لي بالحق سمحني تقول غنية محترمة ما انا يا غنية محترمة معاني قتلك معاني خدمتها بالكدي عاتيتها ببرشا محترمة في الكاليت اي اي موضح قلت محترمة في الطائر طينا نحكي مع الكاليت اه ملك اوكي سمحي والله انا مش معاني سراني مصبحة اما بحق نحكي مع الغنية محترمة خدمت خدمة صحي نقول خدمنا خدمة محترمة سمحني انا غالطة الاسحب خدمنا خدمة محترمة اكزاكتما اكزاكتما فالأولا بالحق ملك معانتها ديقة شنو نقصد دونك تعبت فيها برشا انا و انا و اللي كيب الغنية مزيانة مع حتى انا ما نشريش غنية حتى حتى في الكلمات وكل الشي كان عندي شوية افكار مع حمودة الفلاح قدم له تحية كبيرة يعني مثلا قتلوا حمودة نحب في كوبلي العروسة تبدأ ويقفها في السالة وتبدأ تغزل فيه وما كي يا زمائنا حسين لوقات نعطي يقول هو يقول يقول يكلمة مين نقول وكل ما هاي نعملو هاكا نزيدو هاكا شكولك شكولك وقفت على من وانو الناس ما تتعجبهم بتعمل ارقام بها لكن اينا الغنية تبدأ موجودة على شين يوتيوب كيما برشا غنية في شين يوتيوب ما هو مش عاملين ارقام ما هوش مقلقين ونبدأ فخورة يزر ونحطتها سمع فيها العبد مثلا نقول هذي غنية في الللبو فهمت يعني الغنية هذية تنجح ما انا ما عاش تهمك الارقام تنجح او ما تنجح هما كانتش عمورها ما كانت تفهمني مثل ماش تحبت حاجة كمام دي ما عندك امل انه تنجح لغنية هذية حاجة من درجة اولى لكن نحستك هنا تقول لي مالك راني وليت نغني خطر نحب نغني تضرب ما تضربش مش اشكالية مش وليت مش وليت نغني على خطر نحب نغني لا 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 ده حكي كيتهابت تكليب اي لكن هذية جزء واحد من الحكاية معتها نحب الغنية تنجح بيانسور لكن انا ما غنيتها إلا على خطر انك سمعتها من الاول عجبتني وانا بالحق نغني خطر انا نحب الموزيك فهمت مجيتش ديك فارغة اليوم انت مجيتش داي فارغة مجيتش داي فارغة اليوم شيرين بش سمعكم اغنيتها قبل ما تهبت على الشيان يوتيوب متاحها سبعة متاع عشرية نحكيو على الكليب متاع الاغنية بشتفرجوا في سبعة علشان يوتيوب لكن حصريا على موزيكة فان عرف خمسة قبل عرف خمسة قبلي عرف خمسة قبلي توتسويت على موزيكة فان عشان معكم شوي آخر مزارة باحنانا شيرين الرجمي ذي فتنا في دقيقة ستين ثم ميلانج ما بين الموديرن وما بين زيدا الطابلة اللي اسمعناها بامالدوفا طبالة ذيك اسم شش طبالة طبالة ذيك الطابلة اللي يضرب وينها خلوني مبرد قلبي شيرين تعال أول مرة في حياتي نشوف معنا اكشي تي بتطريقة هذة فرحانة صدقني ما عندكش فكرة وقت لي سيبان وكملت الغنية وكملت التصوير ما عندك كملت المونتاج وسبان قلت هذي طوب شتابت في فرحة عندي برشة نخدم عليها الغنية عندي تقريبا عشرين يوم ولا واحد وعشرين يوم منر قدش ودجا معنا هكا صحية هكا صغيرة معنا إرهيق وكل فرحت أنو أنا كملت الغنية وقت شكت الفكرة متاع الغنية هذية قبل واحد وعشرين يوم توا توا أنا موش عندها مدة لا أنا ما عندي مدة أنا تعجبني غنية عبتها تاتا كيف طريقتك في الخدمة شيريا لا نفهم لا نحب أرجع غدوة وإلا أطعو الجمعة الجاي ولا بعض غدوتين لا نستخلني عندي عجلة أو لا ضعم غدوة لا نجم ربي يز أمان أو بالحق رأو لا لا نفس وفي عايشك لا لا نحب نخدم لا نتنفس ما نعرش نوش يصير غدوة لا تؤجل العمل اليوم إلى الغد هذا هو أمور إنتاج بالنسبة للغنية لقيت صعوبة مالية أو لقيت صعوبة مالية خاصة فترة الكورونا لكن الحاجة التي الحمد والله والشكر والله لدي أكيب بالحق يصير بها وأهم أبار أنهم هما ناس محترفة في خدمتهم هما تربين ونسايب ويحب ويخدم وعنا علاقة أخوية مع أنت كلنا وخيين ومن خموش مع بعضنا لأينا لهما عادينا نجح البحث فيه هذيك وكل شي قد استرفت شيرين استرفت اللي استحقوا الكليب قد استرفت على الكليب قدش نتكلف بلوز على الكليب صدقني مزيز ما حسب تجيب حذيك مراجي نقول لك قد استرفت تقريبيا معنى قدش من هار تورناج مثلا نعم أربع أيام أربع أيام تورناج مع الماتريال مع الكيب مع الدكار مع اللبسة مع كل شي خوفي بيلك هذا هذا كلاسيكي معنى إذا كان نحسب نحن بالبلايمات التورناج نقوله الكليب يتكلف تقريبا فوق العشرين مليون نسبيا مش أكثر ومش أقل مش أكثر مش أقل معنى عشرين مليون بالحق ما حسبت عشرين مليون سما عشرين من العشرين سرافت من جيبك أو سما شكون مول شكون مول نسا فيك قد تكسرفت من جيبك كيقوله مول لنجي بكون سبونسور عيندي سبونسور لكن ما تها انتش متحبت نسأل في سؤال عادي جدا معنى قد تشتكفت تسانيش أحوش قد تكسرفت من جيبك أو أمي قد تكسرفت من جيبك أو ألا قلو ما تجيبوش يا شيرين شبيك اليوم سبا أخير سبا أخير شبا أخير عايشك سيبا أتعاد دم موضوع طوينا آه قولي ما نجاوبش ما نجاوبش نعم مش حكيت ما نجاوبش أمام بالحق فما ددتاي أنا بتبعت ما ننسيته ومنتي تحب ذكري فهملو إنا فرحانب مش مهم إنا قد اشترفت علي هو المصروف الحقيقي في البخودوية هذية التعب التعب والواقف بصراحة بيه بش نراوك في تاجربة أخرى تلفزية تجرب صدقني مفميش تجربة مك شوفوني فيها ثم تجربة جديدة ومفت تلفزة مع شكون تلفزة ما نعرفش لكن نزيدك تجربة أخرى كما مثلا الإخراج نكتب في سيناريو تكتب في سيناريو سيناريو متاع استوع دمو فيلم كورمتراج لومتراج 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 تارف نروحك في شكات تقول أي نجرب جرب شو مشكل من حقك أنك تجرب ولكن ش Scott شو خلينا خلينا حطوّهم ساقينة على القاع يت박 صقينا على القاع مالك ليس مثلا لا ما تقوليش حطوه ساقينة على القاع على خاطر الناس تجربة ليس نجربة بش نصلك أناachten بالتدرج لتنجربة أنتي حطوه ساقينة على القاع ي行 find out التعافي من حك متلا اللي هنه شيرين اللي قادRad قت께 ليس معي تقول تقول أنا مثلاً المخرجة عن طاق أعمالي من حقك من حقك تكون مخرجة عن طاق أعمالك لكن هناك اللي مشيو نحكيو على سيناريو تعرف كمية النقد اللي بيش تجيكو ولاي مستعدت لها إنو تعرف شو شي تقال معناه وقت اللي يقولو شو رجمي اللي كتبت قصة حب و سيناريو متاع فيلم مايش جملة تتقالها كي كرام شو كون اللي يقالو أهل الميدان مازالت ما يقالو شو كوتك أنا مستعدة للنقد اللي بيش يقولو كين مش نقعد نتبع في الناس شنو بيش تقولو شنو ما تقولش مانيش بش نقدم حتى خطوة في حياتي دو كينا خمسة سين وخرين شو نصاني شيرين قالو سيناريست مخرجة أو فنانة قالو فنانة شاملة فنانة نحب نجرب كل شي ما معناه علش ما أنت والله بالحق مالك فما حاجة لاحظتها والله نسكلم معناه بجدية معناه والله نحكي حاتينا بالحق بجدية أكثر منك لا اليوم تعرف اسموا فينا في موزايكة فهم والله تعرف هاكوا تشوفوا على عينيكم سمكون يسمع ولا ما قلت شي حتى أنا غنحكي ولا بالحق يعني الفنانين في العالم العربي بالحق يقولك مثلاً أخرج العمل هذيك أو وزع العمل هذيك أو غنيه نحسهم يقولون بغافو يعطيك صح لي أنت عملت الحاجة هذيك أكي عملت الألبوم فما واحد يعمل الألبوم في 14 أغنية في تونس فما واحد أنت قادة الطفل على خدمة الإخراج أنت قادة الطفل على المونتاج أنت قادة الطفل إينا نحب نجرب علشون مشكلة معانتك مش أنا قلتوله كده إي نحكيلك معانتها حتى اللي يقول لي بش ينقد أو حاجة انقد العمل كعمل تنجم تقولي به خايب يعجبك ما يعجبكش تحط لايك تز لايك أنت حر حياتك معاني أنت تعمل اللي تحب إينا نقدم لك بخدويه محترم خدمت عليه حتيته معانتها في شكل اللي إينا حبيت عليه واللي كيب الكل راضية به بالنسبة لي إينا وقف معانتها معانيا ما يهمكش شنو يتقال مهما كانت التجرب اللي تتعمل أي بانسور ما يهمني شنو يتقال أنا قلت لك وأي إنسان يسمع فيا بجا ربي يخليكم من ناس اللي تحكي ومن ناس اللي تقولكم ما تنجموش وما يلزمكمش وما تعملوش وكيفاش تتطفلوا على خدموا أخرين جربوا وعيشوا حياتكم كيم ما تحبوا أنتم على خاطر راهي الدنيا لحظات وفي أخر الحياة كل واحد بش يتمد واحده معانتها أنا فاهم عليش شرين يوم تحكي معايا هكا في الانترويو خاتك عارف تستنى في الكليب سبعة تلعشيب شابت أنا فاهمت نجيبك نهار ثنين ومو تبرد شوية لنهار ثنين وليت أنشط ثنين جنية؟ أنشط نوالي نهار ثنين هل ما غنيت جين في ثنية؟ هل ما بيانسور؟ عندك مواعيد قادمة بالنسبة لغنيت عندي غنيت حاضرين دجا عندي غنيت صورتها في تركيا اسمها تقول لي إنساني فكرة مروين زيدي هو لحن تها أغنية تركيا قديمة و أسمع اللحن كتب عليه الكوبريل وليني وكملت هنا كتبت البيقي من أرواح ما ما كتبت غنيت تقريبا؟ سبتمبر سبتمبر ما لها بيش تخلي غنيت عرف خمسة قبل غنيت أصيف بنسبة لجميع 2021 تسعر؟ إن شاء الله كلمة الجمهور 30 ثانية؟ مرسي على كلمة جمهور على خاطر كلمة جمهورة كبيرة برشة مازل مفهموش جمهور محبيني محبيني نحب نقول لهم مرسي بكو على تعليقاتكم أصلا اللي ريتهم على لا فيش بركة نقول لكم كونوا في الموعد 7-10 على شينينا يوتيوب متاعي أعرف خمسة قبلي إن شاء الله تعجبكم إن شاء الله مرسي بكو ملك مرسي بكو مرسي بكو اللي فرح تبايا اليوم نحب نشكر الاسبانسور نتاعي هنجمو سميهم ولا تعملوا بيبات على الاسبانسور نتاعي؟ نجموش تعملوا بيبات في النار نجموش تعملوا بيبات في النار مرسي بكو شيرين مرسي بكو وقت لاخبار نصف نهار مرسي بكو بتوفيق مرسي بكو مرسي بكو مرسي بكو مرسي بكو مرسي بكو مرسي بكو مرسي بكو